يبدو أن حكومة السوداني تضع اللمسات الأخيرة على مشروع تحويل العراق إلى صورة طبق الأصل عن إيران من حيث النظام السياسي والعسكري مع تبعية تامة للسلطة في طهران قرارات حكومية تسير بالعراق في هذا الاتجاه على المستوى الاقتصادي والأمني والثقافي ووراءها العقول المدبرة في الإطار التنسيقي ومن بين هذه القرارات تأسيس شركة عامة لميليشيات الحشد تحمل اسم المهندس برئاسة فالح الفياض برأس مال قدره 100 مليار دينار عراقي ومن شأن هذه الشركة إطفاء الطابع الرسمي على نشاط الميليشيات في مجالات التجسس ومراقبة الحدود والتحكم بالمنافذ وتأمين الحدود الإيرانية وأخذ الأتوات من المقاولين والشركات الاستثمارية تحت ستار إقامة المشاريع ذات الطابع المدني والاقتصادي من أجل التمويه على الهدف الحقيقي من تأسيس هذه الشركة الشركة الجديدة تحول الحشد إلى كيان أمني ذي سلطة على جميع مفاصل الدولة ومتحكم بجميع جوانب الاقتصاد وبعبارة أوضح استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق ولتعزيز هذه الهيمنة الاقتصادية قررت وزارة النفط الإيرانية فتح مزيد من المكاتب التابعة لها في المحافظات العراقية وبطبيعة الحال ستكون هذه المكاتب ذات صلة وثيقة بالشركة العامة لميليشيا الحشد لتذليل كل العقبات أمام السيطرة الإيرانية التامة على سوق الطاقة العراقي وفي ظل تسخير موارد الدولة لخدمة مشروع الميليشيات تتفاقم نسبة الفقر والبطالة وتطول طوابير الخريجين العاطلين عن العمل الذين يحلمون بفرص التوظيف منذ سنوات طويلة ولم ينلهم من رؤساء الحكومات المتعاقبة إلا الوعود الوهمية